في لحظة البداية كان اليمنيون وقد فقدوا كل أدوات مقاومتهم في وجه ميليشيا الحوثي مستبشرين بما بدأ أنه تحرك عربي لإنقاذ صنعاء العاصمة الرابعة من السقوط النهائي في يد إيران وميليشياتها إلا أن ذلك كله قد تبخر الآن بعد خمس سنوات عاصفة يقف اليمنيون الآن عالقين في الحرب ولا شيء في أفق السلام يلوح حتى اللحظة غير أسئلة جارحة حول ماذا كسبت الشرعية وماذا خسرت بتدخل التحالف خمس سنوات حصد فيها اليمنيون خيبات كثيرة وضاقت بهم أوجه الحياة مع حرب متعددة الأقطاب كثرت فيها أسباب الموت وانعدمت فرص النجاح خمس سنوات منذ اطلاق عاصفة الحزم معركة ربح فيها الجميع معاركهم إلا الشرعية والشعب حقق البعض مكاسبهم الفردية لكن الجميع خسروا وطنا وأضاعوا بلادا وبقي سؤال اللحظة الحرجة كيف ساهم التحالف في دفع اليمن إلى الهاوية أسئلة كثيرة تحيط علاقة الشرعية بالتحالف خصوصا أن شرعية تلتزم الصمت تجاه تآكلها وذوبان موقفها يوما بعد آخر فماذا ستحمله الأيام القادمة لها إذا استمرت بهذا التلاشي يواصل الرئيس هادي هروبه الدائم بعد انكشاف الوجه الحقيقي للتحالف الذي بات واضحا أنه لم يأت لنصرة اليمنيين واستعادة دولتهم بل جاء لتحقيق أهدافه الخاصة شرعية ليس لها إلا الفراغ تحكمه بعد أن فقدت عاصمتها الثانية ولم يعد لها سوى بعض المساحات من الصحاري بعد أن فقدت قرارها وباتت شرعيات القوة على الأرض تنازعها حقها الدستوري فقدت قوات الرئيس هادي حقها في امتلاك أدوات العنف وباتت تخضع لمنطق القوة الموازية شمالا وجنوبا ففي مناطق سيطرة الحوثي باتت الشرعية محكومة باتفاقات وتفاهمات دولية وبلغة الحوثي الانتحارية وفي عدن بات القرار مرهونا بمزاج الإمارات وضغوط الرياض الدبلوماسية التي لا تثمر سوى مزيد من ضياع الشرعية بات التدخل السعودي سافرا ومكشوفا في المهرة وأصبحت القوات السعودية هناك هي صاحبة القرار بل والمستفيد الأول من سباة الشرعية الطويل في الرياض تحققت التحالف أهدافه الخفية غير المعلنة بتفتيت اليمن وتدميره اقتصاديا وتحقق لمليشة الحوثي مشروعها بالسيطرة على المحافظات الشمالية وتحقق لأصحاب النزعات الانفصالية بعض من طموحاتهم بعد خمس سنوات يبدو اليمنيون هم الخاسر الأكبر من هذه المعركة شعب بلا دولة ولا مؤسسات ولا شرعية إلا شرعية وجودهم على الأرض التي لا تحقق لهم حتى الحد الأدنى من مقومات الحياة بعد أن باتت الشرعية التي يحاربون تحت رايتها مجرد خيال تائه في صحراء بعيدة عن كل الأهداف التي كانت لحظة اشتعال الحرب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة